غضب ودعم الفتاة الفستان في مصر وجامعة طنطة تبدأ التحقيق تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الأخيرة مع وقع تعرض إحدى طالبات كلية الأداب بجامعة طنطة للتنمر من قبل بعض المراقبين على لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي وأضحت الطالبة حبيبة طارق خلال منشور أنها ذهبت إلى الجامعة لتأدية امتحان وكانت ترتدي فستانا وعقب الامتحان ذهبت للحصول على بطاقتها الشخصية لأن الطلاب يقوم بتسليمها قبل دخول اللجنة لتتفاجأ بتهكم مراقب اللجنة عليها بسبب الفستان وأضافت فتاة الفستان كما أطلق عليها رواد التواصل الاجتماعي أنها تجاوزت الموقف ولم ترد ومائن خرجت من اللجنة حتى تم إيقافها عن طريق سيدتين كانت ترقبان على لجنة مجاورة قائلة بدأوا بالحديث معي حول الفستان الذي أرتديه وبدأت إحداهما بالتحكم علي وسألتني هل نسيت ارتداء البنطلون وتابعت ثم قالت إحداهما للأخرى أنني خلعت الحجاب منذ فترة وكررت أني أكون قليلة الأدب وبدأت جميع بالالتفات إلي مع استمرار حديثهما عني فقررت الخروج سريعا من الجمعة والذهاب إلى المنزل وتفاعل كثيرون مع منشور الطالبة مطالبين المسؤولين بالجمعة بالتحقيق في الوقع مشيرين إلى أنه لا يحق لأحد التنمر على أي شخص لمجرد ارتداء ملابس لا تعجبه وأنه لا يجوز حدوث مثل تلك السلوكيات داخل الحرم الجامعي أكد المتحدث باسم جمعة طنطا الدكتور وليد العشري أن رئيس الجمعة أعلم فتح تحقيق بواقعة فتاة الفستان مضيفا أنه كان من المفترض على الطالبة التوجه إلى مكتب عميد الكلية بعد الوقع مباشرة وما بين مؤيد ومعارض ممكن تكتب لنا تحت في التعليقات إن كنت مؤيد أو معارض مع ذكر السبب وشكرا جدا لمتابعتكم لي ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير واشتراك للقناة وشكرا جدا